أهلا بكم كان أحبار اليهود إذا لكوا قريب أو صهر أو حليف من المسلمين يقولون له اثبت على ما أنت عليه ولزم ذاك الرجل يقصدون محمد صلى الله عليه وسلم فإن أمره حق فيال العجب وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان أحبار اليهود يأمرون الناس بالبر ولا يأتمرون وينهون الناس عن المنكر ولا ينتهون ويدعون الناس إلى الخيرات كلها ويتركون فكان هذا التوبيخ والتقريع أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون عجبا لكم يا أحبار اليهود كيف يليك بكم أن تأمروا الناس بعمل الخير وتتركوا ذاك الخير العظيم الإسلام وأنتم تقرؤون التوراة وبها نعت الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به أفلا تعقلون فما أنتم فيه إلا سفه وحماقة وتوقعوا سوء العاقبة ظاهر الآية الكريمة موجه لبني إسرائيل ولكن في الحقيقة هي موجهة لعموم الناس فالعبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللف أتأمرون الاستفهام هنا استفهام إنكاري والهمزة هنا همزة استفهام بغرض الإنكار والتوبيخ ومين هم الناس الموصودين في الآية الكريمة هم ضعفاء اليهود وعوامهم البر اسم جامع لفضائل العمال وخصال الخير ويأتي على ثلاث أنواع بر العبد بربه بمعرفة العقيدة الصحيحة وبر العبد بصلة الرحم والأقارب وبر العبد بحسن معاملة الأجانب تنسون أنفسكم هنا مش معناها السهو ولكن معناها تتركون أنفسكم قامت الحجة على أحبار اليهود مرتين مرة من وجه الشرع وأنتم تتلون الكتاب ومرة أخرى من وجه العقل أفلا تعقلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه تجد أن الآية الكريمة أشبه ما تكون بآية كريمة أخرى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به رجال تكرد شفاههم بمقارض من نار فسأل جبريل عليه السلام وقال من هؤلاء يا جبريل فأجاب جبريل عليه السلام هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول القدوة غير مطلوبة في كل علوم الدنيا ما عاد عالم الدين فالقدوة مطلوبة فعالم الدين لا بد أن يكون قدوة في علمه وعمله وسلوكه وإلا فلن يقبل منه وأما عالم الكيميا فهو ليس قدوة لنا فيقبل منه علمه وعمله وإن كان يشرب الخمر فإن الدين كلمة قال وسلوك يفعل فإذا انفصلت الكلمة عن السلوك ضعت الدعوة خلونا نقش نقطة في غاية الأهمية يفهم من ظهر الآية الكريمة إن الإنسان ما ينفعش أنه يؤمر بالمعروف ويتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرد كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين فإن لم يكن به أحد فهو فرد عين عليك قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قيل الحسن البصري رحمة الله عليه أن رجلا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يقول أخاف أن أقول ما لا أفعل فقال الحسن وأينا يفعل ما يقول ودى الشيطان لو ظفر بذلك فلم يأمر أحد بمعروف فلم ينهى عن المنكر إذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد سمع واحد من بعيد بيقول لي كده أنا اخترت يعني أعمل إيه أأمر بالمعروف وأنا مذنب ولا أترك الأمر بالمعروف والإجابة هنلاقيها عند ابن الباز رحمه الله قال يأمر الناس ولو قصر ويستحي ويجاهد نفسه لعل الله يتوب عليه يعني التوبيخ في الآية الكريمة بسبب طرق فعل البر وليس بسبب الأمر بالبر يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي استقام وذدنا كيما يطيب به وأنت سقيم لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك ينفع ما يقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم جزاكم الله خيرا